انا جئت البرنامج اللي انا صممته ورسمته على جهاز الكمبيوتر ولجئت ابعادي عليها وحطيت الاعمار طبعا انتو فاكين ان كل لون الاحمر ده عندما بخش على امر المكنه بلاقي العمق بتاع اللون الاحمر بالكلام 2 ميل هنا بخش على قرب على الديفس هشوفوا اللون الاحمر واخد عمق 2 ملي اللون الاحمر واخد عمق كام 2 ميل اللون الاحمر واخد عمق كام 2 ميل هتأكد ان هو 2 ميل فعلا خلاص وخش على فايل هنا قرب واختار هنا قرب برضو 2 ميل بيطلق عندي الوجهة الاساسية دي الوجهة دي فيها ايه؟ فيها اول حاجة هنا اداة القطع اللي انا بشطط بيها في الاخر 2 ونص ميل واداة القطع التاني اللي انا 4 ميل الارياتول اللي هي بتشطط بالمساحة الوسطانية اللي جوه اللون خلاص اخش هنا على الديفس اديه اللون بتاعي اخش بعد كده على بروسيز عشان ابدأ انابتز بيقول لي سيف الاعدادات الجديدة بقول له اوكي بيقول لي هتسيف وباسم ايه؟ اسيف باسم مثلا اي رقم كده سبعة تمانية رقم تمانية وسبعين واقول له هنا سيف خلاص كده هو جاهز على التنفيذ اقول له هنا ايه؟ خلاص اوكي براجع بس الفيديو اشوف البلنامج يتنفذ صح ولا لا نمشي خطوة خطوة كده نشوف الفيديو قبل ما المكان اتشغله بيجي لك كده صورة فيديو للتمرين قبل ما يتنفذ كده اكدت ان التمرين يتنفذ فعلا خلاص؟ بعد كده بخش على تنفيذ البرنامج اما خش انافذ على برنامج بختار انا هي ايقونة الايقونة ديه اللي عليها رسمة المكانة ديه اوه مدقس عليها اكدت شمال خلاص كده انا جاهز للتنفيذ للتمرين بيسأل ليه؟ بيسأل سؤال اول رسالة بتظهر بيقول لي هنا ايه؟ سيلكت زا اكتب تلامب يعني حدد ماسك الشغلانة ماسك الشغلانة ممكن يكون زرف ممكن يكون منجلة ممكن يكون حر على التابل بتاع الصينية انا بختار هنا لو دست على السهم ده فيه الثلاث اختيارات المنجلة اخر حاجة اختيار المكينة حر تربط على التابل بتاع المكان انا اول حاجة بختار ايه؟ زي ما هي وقول له هنا اوكي اول اسالة خلاص فلست منها الثاني حاجة بيقول لي يعني تأكد ان ايه؟ الابعاد ديت هي الابعاد الحقيقية بتاعة الخامل اللي انت تشغل عليها محور اكس عندك اكس تمانين الواي خمسين الزد بتاعك عشرة مليون خلاص هي دي الابعاد تقول له هنا اوكي الخطوة الثالثة ودي مهمة جدا بيقولك انت انتر the height from the machine table يعني دخل الارتفاع ولحظة هنا خليك معايا قرب شوية بيقول لي دخل الارتفاع الحتة دي مهمة جدا كل يبص عليه بيقول لي اسل الارتفاع واسا؟ اللي هو من وش الخامة كله شايف وش الخامة معايا؟ اسل الارتفاع من وش الخامة لغاية سطح الابعاد اللي هو فبفتح الادم كده وقيس العمق ده عشان ده مطلوب مني الدهوله هنا لاحظة انا بقيس ازاد الارتفاع دوت من وش الخامة قرب من سطح الخامة وش الخامة لغاية سطح التابلو اللي تحت 45 ملي و 26 ملي اكتبه هنا المكان الفاردة 45 ملي 26 ملي بوينت 26 ملي واقول له اوكي اكتبه لوما الباب اتفتح طلق الارسالة قال لي هنا اقفل الباب خلت بالك الكورد قابن الباب بيقولك الباب مفتوح لازم تنزله فانا بنزل الباب كده لاحظ ان المكان ما بتشتغلش والباب مفتوح انا بس فتحته عشان اقيس الادفاع والدهول وبعد كده مفتوح باب الثاني لما الباب كان مفتوح فليلي السالة قال لي الباب مفتوح اقفلت الباب هنا بيقول لي هنا اتأكد ان معدل التغذية بتاعتك 30% 30% يعني ايه شايف انت الزرار الاسود ده لو تفتكر انا قلتلك ان ده اللي بيزبط معدل سرعة حركة المحاور كل محور من المحاور بيتحرك بسرعة معينة ده اللي بيزبط لي سرعة حركة المحاور هنا السرعة اللي شغال بها 30% 30% دي شرعة مناسبة سرعة مناسبة بتاكد ان هي شغالة بقول له اوكي 30% هي جهاز الوحدة لو انا زودت التكة كمان ستبقى 40% بقى الضبعين في المية مناسبة مش مشكلة لان انا شغال في خشب واقول له اوكي خلاص فاضل بقى ان انا ابدأ انافذ التمرين بنافذ التمرين ازاي بقى مدعس على الزرار الاخضر ده شايفو اقرب كمان كليك شمال اول ما دوس كليك شمال بيسحب ويجاهد لأداة القاطع اللي هتشتغل ويخش بها على نقطة الصف نقطة بداية ايه العمل في التمرين بعد كده بدوس ضغطة كمان على نفس الزرار سيبدأ ينفذ معايا الكاميرين كليك شمال اشتغل 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 لا اشتغل اشتغل